اللقطة بقى اللي انا كنت بتكلم عليها مبارح لان اللقطة دي بصراحة انا بقول له حريكم حتى ايا كان العدد ده ايه وحتى لو جمهور اللداد اكتر لكن الان ادي شوفنا مشجع بمليون مشجع مبارح ازاي بيشجع في الملعب التدريب بتاع النادي الاهلي واقف وصوته منبوح وعمالي ينادي ايه وافرك يا اهلي وكلام من ده الواحد او ما شاف المشهد ده مرح بالليل بصراحة على قناة الاهلي جسمه اشعر المظهر ده كمان وماشهد اللي احنا بنشوفه الكابتن محمود الخطيب رايح له وبتكلم معاه ايه طب مني عليك احد معاك تذاكر ولا لا اه هتحضر ولا لا لا معايش كابتن طب اه هكلف كابتن سامير عدل يجي دلوقتي يتوصل معاك ياخد بياناتك ويديك تذكرة بتاعتك ولو معاك حد من زميلك كمان عايز يحضر ما فيش اي مشكلة خالص وحاجة في منتهى الروعة حاجات ما تشوفهاش غير في الاهلي خالص والله العظيم مش مبالغة بص الراجل ما بيتعبش ما شاء الله عليه يا ابني اكسم بالله اكسم بالله زي ما انا حتى كتبت عندي على السوشيال ميديا والله العظيم الاهلي بيتشرف بيك الاهلي بيتشرف ان انت مشجع ليه بالحماس ده وبالحب ده وجاي من اين بقى يا جماعة ده جاي من الرويج يعني ضارب مسافة قد كده بمبالغ مادية قد كده بتواجد في المغرب عشان يساند الفرق بالشكل ده فدي حاجات كلها بصراحة ايجابية وبرضو بتدعو للتفاقل خلينا ناخد الحاجات اللي زي دي نتفاقل بيها باذن الله تعالى ان شاء الله الاهلي يكون موفق هروح لفاصل سريع